ننتقل إلى الصفقات صفقات الأهلي صفقتين حتى الآن إمام عشور واردة سليم أعرف رأيك رأي عيما منطقية طبقاً لإحتياجات طبقاً لطلبات كولر المركز اللي هو شاف أنها محتاجة دعم بعدما تم بيع حمدي فتحي كان طبيعي جداً أنه هو يفكر في لعب نمرة 8 يعمل أبجريد للمركز ده ده مش معنى أن حمدي فتحي بالمناسبة احنا بنقول لما إمام عشور المفروض أن هو أبجريد للمركز ده ده مش تقليل أبداً من حمدي لأن حمدي أصلاً أدى الحتة دي وهو ما كانش بيلعبها قبل كده يعني حمدي لعب مركز 6 مهم جداً في الكرة المصرية أصلاً في آخر 10-15 سنة من أفضل لعبة اللي لعبت في المركز ده لما لعب في مركز 8 كان مهم جداً وقدم أداء كويس لكن إمام عشور حتته مركز 8 المركز ده هو بيصنع فيه أهداف بشكل كويس بيقدر يسجل بشكل كويس عنده الملكة بتاعت المركز ده مش وظيفة أو مش بتوظفه فيه هو خلاص من بعد ما كان بيلعب جناح الأول وبعدين لعب في الحتة دي لا يتناسب إمكانياته أكتر نور فيها فالحقيقة أنه كان تعاقد مميز طبقاً للاحتياجات الفنية مش بتكلم على أنها صفقة بتضرب المنافس ولا عن الكلام اللي بتقال على السوشيال ميديا كلام الحقيقة ما ينفعش أنه يتقل أهلي بيفكر في احتياجاته الفنية اللعب مهم للأهلي فنياً فتم التعاقد معه في مركز الجناح سواء يمين أو شمال احنا كنا محتاجين لعب مواصفات مختلفة عن اللعيبة اللي عندنا محتاجين جناح خط لأن ما عندناش جناح خط كل الأجنحة اللي عندنا كلها بتلعب بالقدم العكسية وبتدخل للعمق عشان تسدد أو تصنع سواء بيرسيتا ومن اليمين أو حسين الشحات أو أحمد عبدالقادر كل اللعيبة اللي عندنا في الحتة دي اللي هم بلعبوا بشكل أساسي كلهم لهم طابع معين إنما ما عندناش لعب يلعب على الخط ويقدر يحط كروسات فكانت تعاقد مميز مع لعب السنة اللي فات تقدم أداء كبير جدا في الدوري المغربي أرقامه ومساهماته التهدفية سواء بالتسجيل أو الصناعة مميزة جدا وخصوصا في صناعة الأهداف كروسات بتاعته ممتازة عنده حلول تقدر في ماتشاط إحنا ممكن نعاني فيها شوية لقدام الفرق المتكتلة بالذات إنه يكون عنده أكتر من حل يقدمه جواه الملعب طبعا صنه صغير فالحقيقة أن التعقدات لحد الوقت ماشية بخطة ممتازة وبتحقق طلبات الراجل يعني الراجل هو بيقول أنا عايز فلان فالحد الوقت فلان اللي هو قال عليه هو اللي بيجي ده كما يعني طبعا هأكد على كلام صبري وهنقول لجمهور الأهلي إن دي سياسة التعقدات بتاعة كولر والنادي الأهلي هي ماشيك عشان برضو الناس تعرف إيه هتلاقي كل شافين المهاجم فين الباك الشمال فين يا رجل الصفقات فين يا رجل مقشرين صفقة مقشرين ليه إحنا السنة اللي فاتت ما كناش بالظبط هي الكولر بالظبط الحمد لله فهو كولر عنده لا معلش أقول بس النقطة دي لأنها مهمة محدش يقول لك إسلام بيقول كده عشان ما فيش نجيب صفقات لا 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 أنا ما بقول كده بقول لأنه دي كانت رؤية وتم تطبيقها وبالتالي نجحت ممكن تكون الرؤية السنة الجاية إن أنا أمشي تلاتين واجيب تلاتين الرؤية السنة اللي بعدها أمشي خمسة بس واجيب خمسة بالظبط فهي الفكرة كلها بل حسب كل سنة بالظبط فإن كولر نفسه بيتفرق يا جماعة كولر أي صفقة بتيجي النادي الأهلي هو الجهاز المعاون بتاعه بيقعدوا يتفرجوا وهم على اللعيبة سواء اللي بتترشح أو اللي هما السكاوتينج حاطت عينه عليهم هما الجهاز الفني كولر بيقعد يتفرج بيقعد يتابع بيحل الأداء اللعيبة دي كويس عشان يعرف هل هو مناسب لطريقته مع النادي الأهلي هل هو مناسب للمركز اللي هو محتاج فيه ولا هيمكن فيه ميزة كمان يعني طبعا ممكن نكون من شاء الله علاء إن حتة الأجانب اللي تحت السن دي وارد يكون فيه تفكير للنادي الأهلي كمان فيها كابتن إسلام لأن ميزتها في حاجة واحدة إن انت لو عندك السنة الجاية السوبر الأفريقي اللي هو دوري السوبر وبطول تكاس السوبر الأفريقي وكاس العام الأندية ودوري أبطال أفريقيا الأربع بطولات دول الميزة اللي فيهم إن انت تقدر لو أنت بس تعاقدت مع 3-2 لعيبة كمان مع كريستو تحت السن بالإضافة للخمسة اللي عندك فوق السن التمانية دول تقدر تلعب بيهم براحتك خالص في البطولات دي عكسة في الدور بيقولك إن لازم في الملعب يبقى فيه خمسة بس أو القايمة بتاعتك يبقى فيها عدد محدد من الأجانب فالنادي الأهلي في السياسات التعاقدات السنة دي أعتقد إن هو يعني بيدور على احتياجات معينة في مراكز معينة ممكن طبعا يعني كل وقت كابت نعلن صفقة بس إحنا لسه المركاته عندنا طويل فوارد إن خلال برضو العام اللي جاي نيجي ونحلل بقى صفقات جديدة مراكز جديدة ولكن حتى الآن ريدا سليم وإمام عشور يعني صفقات في أماكن الأهلي فعلا كان محتاج فيها تدعيم ولعني الموسم اللي جاي مزدحم ومضغوط جدا ومحتاجين إن التلاتين اللعيب يكونوا بيرفكت وسوبر شكرا